طيب عايز سألك سؤال كابتن خاص باللقطة الخاصة بالعيب النادي الاهلي هما بيدوا المدينة لكابتن خطيب هندك تعليق هل هي دي؟ يعني التعليق ان هما بيعني بيقولوا لكابتن خطيب احنا ما تنسناش في مكافأة زودة شوي او كده كده فيه عود ايوة من عارف ان طول ما انت بتكسب انت هتاخد في الوقت ايوة بس هما يعني احنا بنلبسك المدينة اهو باح باح العسل انت تكتبه واكيد طبعا طول ما انت بتكسب تاخد عناية ايوة ماشي هما كسبوا بس هما عايزين اكتر يعني زوها شوية المكافأة اه طيب مكافأة هتزين لا بس هي طبعا لفتة كويسة جدا 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 من اللعيبة و هي كده كانت تلقائية جدا انا عفكة كانت من غير لا مفيش حاجة تلقائية هي معروفة اني ناخد البطولة اللبس الكابتن محمود المديلات كلها هي هي تقليد كويس يعني ان ده الرمز و ان ده رئيس النادي و ان هما شايفين ان هو الفترة الاخيرة بيطلع معهم في المطشط الصعبة و بيبقى ما بيسبهمش و كلام ده فاللعيبة بقى بيتحول ان هي يعني تكرموا يعني طيب انا مالخطيب مش عايز تكريم يعني طبعا كنت خطيب انا بس انا بقول لك كابتن بالنسبة للنادي الاهلي من المواسم الناكحة جدا السنة دي بتكلم اربع بطولات حتى الايام انا بتكلم على الموسم الماضي ايه طبعا هو انجاز طبعا للعيبة و للمجلس الادارة انجاز لان هو اكيد تعبوا يعني هو ربنا مش هديك كده لما انت كنت تعبت و جبت لعيبة و صرفت و ما بتنامشي و سفريات و طيران خاص الكلام ده و دارته لازم ربنا يديك المقابل يعني واستسل اه يعني او انت مثلا انت ايام ما كنا بنسافر انت اكيد كنت بتبقى موجود كنا بنقعد ده في المطارات صحيح دلوقتي اللعيبة مرفهة بتوفر كل الحاجة دلوقتي مرفهة الطيارة بيجي لك خاصة بتروح تنزل على التمرين و يعني بتبقى راح احنا كنا بننام في المطار مش عارف حتى تنام باليوم كمان باليومين اه و مش عارف تنام بقى كمان الدوشة و الناس بتمشي عليك والدنيا انما دلوقتي الحياة اختلفت فاكيد ربنا بيعود الناس دي بالبطولات لان الناس دي بتتعب بتفكر و ازاي تريح لحبيتها و ازاي يعني بتعمل لهم احسن حاجة عشان ان هم يجيبوا البطولة فطبعا